موسيقى أهلا بكم في النشرة الاقتصادية ونسهلها دائما بأبرز العنوان العملات الأجنبية تفتتح تعاملات الأسبوع لارتفاع أمام الريال وواشنطن تحث المالحين على تقديم دعم لليمن تضخم أسعار السلع وتدهور العملة ينهيكان المواطنين في الضالع عودة المضاربة بالعملة وبقاء الاختلالات المالية يهددان الاقتصاد الوطني أهلا بكم صعدت سعار العملات الأجنبية خلال افتتاح تعاملات الأسبوع المصرفية أمام الريال الوطني في الأسواق المصرفية وقل مصرفون اليمن شباب أن سعر الدولار الأمريكي سجل اليوم السبت 1257 ريال للشراء و1278 ريال للبيع كما سجل سعر الريال السعودي 335 ريال للشراء و340 ريال للبيع ويأتي تدهور قيمة الريال الوطني مع عودة المضاربة بالعملة وتزايد الطلب على النقد الأجنبي بالتزامن مع قرب شهر رمضان المبارك وارتفاع تكلفة الاستيراب حثت الولايات المتحدة الأمريكية الدول المنحة على تقديم دعم سقي للشعب اليمني جاد لك في بيان أصدرته الخارجية الأمريكية في ختام زيارة أجرها مبعوثها الخاص لليمن تيم ليندر كينغ والقائمة بأعمال السفير كاثي ويسلي إلى اليمن ونشره متحدث الوزارة تيد برايس عبر تويتر وأشر البيان إلى أن ليندر كينغ ويسلي بحثا خلال لقائهما محافظي حضر موت فرج سلمين البحثيني وشبوى عوض العولقي والمهر محمد علي ياسر احتياجات هذه المحافظات وجهود تعزيز الخدمات الأساسية والفرص الاقتصادية والأمن وحث بشدة المانحين على تقديم الدعم السخيل للشعب اليمني في حدث التعهدات رفيع المستوى لليمن الذي تستضيفه الأمم المتحدة وسويسرا والسويد أرهاقت الأوضاع المعيشية المتدهورة المواطنين وفاقمت من معاناتهم في ظل استمرار موجة التضخم التي طالت مختلفة السلع والخدمات والجوانب المعيشية وشكى مواطننا في محافظة الضالع من استمرار تضخم أسعار السلع والمواد الغذائية وتدهور قيمة الريال الوطني مشيرنا إلى أنه تسبب بمزيد من معاناتهم المعيشية وطالبوا في تصريحات متفرقة ليمن شباب الحكومة بوضع حد لارتفاع الأسعار من أجل رفع المعانات عن كاهل المواطن الذي يكتوي بجحيم الأسعار الجنونية هناك ارتفاع جنوني في الأسعار نريد من السلطات المحلية بالنظر إلى وضع المواطن الوضع المزري لأن ارتفاع الأسعار وانخفاض المرتبات هذا سبب ضغط كثير على الأسر فكثير من الأسر لا تجد الآن ما تطعمها لها ناهيك عن الملابس ناهيك عن الكماليات ناهيك عن ارتفاع المشتاقات النفطية ناهيك عن أشياء المواد الغذائية فلابد من نظرة توقف هذا التدهور في سعر الصرف وكذلك في نزول حملة على التجار أنا عشكري ضابط عقيد في لواء 82 مشاه رياتي بأسير أرسوقها للبقالة الكيس الدقيق بـ 46 ألف الكيس الرجل بـ 50 كل مرة تطلع الدولار المواطن التاجر يرفع الأسعار ينقص الدولار التاجر يهبط الأسعار القرطاش الصابون بـ 6 ألف ريال القرطاش الشاهي بـ 4 ألف ريال التجارة لا رقابة لا محاسبة ولا أي علوم أي داي انسيسي الشكي بالتاجر حبس المواطن وخلوا التاجر يروح الغلاء عندنا مرتفع مرتفع مقارنة بالأسعار في الأيام الأولى كان بالبداية هابطة وصل الكيس الدقيق إلى 25 الآن طلع إلى 35 و37 يعني غلاء فاحش فاحش المواطن يعني مغلوب على أمره لا يدخل حق مصروف بيته أو يشتري المواد الدقيق والزيت والسكر كل شيء بالنار بالنار يعني المواطن هذا مغلوب على أمره ومرحوم عليه بخصوص الأسعار ارتفاع الأسعار يعني عندنا متعودين عند قدوم رمضان يرتفع الأسعار بشكل قنوني وخاصة بهذه المواد الغذائية به فرق يعني شاسع من السبوع الأول لهذا السبوع يعني كان كيس دقيق ب 31 ألف الآن أصبح ب 37 ألف ويعني بالأسعار كلهم مرتفعة عند قدوم رمضان قالت وكالة ريترز إن التعطل المحتمل في إمدادة القمح العالمية إثر الغزو الروسي لأوكرانيا يثير المزيد من المخاوف من تفاقم أزمة الجوع وارتفاع أسعار الغذاء والتضخم الحاد في اليمن ما دفع مواطنين للمسارعة إلى شراء كميات إضافية من الطحين وقال برنامج رغضية العالمية هذا الأسبوع إن أزمة أوكرانيا ستزيد على الأرجح من أسعار الوقود والغذاء وخاصة الحبوب في اليمن الذي يعتمد على الواردات وزادت فيه كلفة الطعام لأكثر من الضعفين في الكثير من المناطق على مدى العام المنصر ويأتي 29% من صادرات القمح العالمية من روسيا وأوكرانيا ومن شأن توقف أو تعطل هذه الإمدادات أن يدفع الأسعار العالمية للزيادة ودفع الصراع والتضخم في اليمن الملايين إلى حافة المجاعة عادت العملة الوطنية للتراجع مجددا وسط تنامي نشاط المضاربة بالعملة وبقاء الاختلالات النقدية قائمة الأمر الذي ينذر بمزيد من الأزمات في بنية الاقتصاد الوطني المنهك تعود العملة الوطنية مجددا إلى التذبدب والاضطراب بعد أن حققت خلال الشهرين الماضيين ثباتا نسبيا أمام العملات الأجنبية لتنذر بمزيد من الأعباء وتعقيدات في بنية الاقتصاد الوطني المنهك لا طالما استفشار الجميع منذ مطلع العام الجاري وعقب عودة الحكومة إلى عتان بإجراء وتنفيذ إصلاحات اقتصادية ونقدية واسعة في هيكل أجهزة ومؤسسات الدولة ومكافحة الفساد المستشري وتحسين الأوعية الإيرادية وترشيد النفقات بيد أنه مر وقت طويل دون أن يلمس المواطن أي انعكاسات إيجابية في مستوى تحسين المعيشة واستقرار أسعار السلع والخدمات وليس هذا فحسب بل ها هي العملة الوطنية تعود مجددا إلى التراجع شيئا فشيئا أمام العملات الأجنبية مدفوعة بعدة عوامل خارجية ومحلية وهو ما سينعكس سلبا على استقرار الوضع المعيشي للمواطنين وتزايد الطلب على النقد الأجنبي والعملة الصعبة مؤخرا في السوق المحلية مع ارتفاع تكلفة الاستيراد خصوصا واردات المشتقات النفطية والقمح والمواد الأساسية التي تعتمد عليها بلادنا بالشكل كلي من الاستيراد الخارجية من جانب آخر ما تزال العديد من الاختلالات والتشوهات في بنية الاقتصاد الوطنية قائمة منها تعطل صدرات رئيسية والانقسام النقدي والمصرفية وتشتت الموارد المحلية ناهيك عن نشاط المداربة المتنامي في السوق السوداء والذي يهدد باستقرار سعر الصرف على الرغم من إجراءات البنك المركزي وقراراته شبه اليومية في وقف وإغلاق منشآت وشركات صرافة بسبب تلاعبها بالعملة ومخالفتها لتعليمات البنك المركزية ويشير المراقبون إلى أن البنك بحاجة إلى تدخل لدعم احتياطاته النقدية واستدامة مصادره من العملة الصعبة من أجل تحقيق توازن بين العرض والطلب في السوق المصرفية وضمان حدوث استقرار المصرفية اعترفت ميليشيا الحوتي الارهابية باحتجاز مئة النقلات المحملة بالمشتقات النفطية في منطقة حويشان بمحافظة الجوف في ظل الأزمة الخانقة التي تعيشها المحافظات الواقعة تحت سيطرتها اعترف الميليشيا جاء على لسان القياد محمد علي الحوتي حيث قالها في تغريدة على تويتر أن التفاوض يجري مع ملاك القواطر على إيصالها لشركة النفط زاعما أن هناك من يحاول إدخالها تحت مبر احتياجات خاصة لمصنع أو ما شابه والشركة ترفض وتشترط أن يكون عبرها وتحت رقابتها وبرر القياد يوفي ميليشيا الحوتي احتجاز المقدورات بأنه جاء منعا للسوق السوداء في حين يتهم مراقبون الميليشيا بحجز المقدورات القادمة من مناطق مأرب لإنعاش السوق السوداء في مناطق سيطرتها وبيع الكميات التي تصل لها عبر ميناء الحديدة بأسعار مرتفعة أعلنت ميليشيا الحوتي الإرهابية جرعة جديدة في مادة الغاز المنزل اعتبارا من اليوم السبت في ظل أزمة خانقة تشهدها صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرتها شركة الغاز والخاضعة للميليشيا قالت في منشور لها على الفيسبوك إنه ابتداء من اليوم السبت سيكون سعر استوانة الغاز للمواطنين عبر عقل الحارات خمسة الاف وتسعمائة ريال بديلا عن السعر السابق وهو أربعة الاف وسبعمائة ريال يشار إلى أن صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين تعيش أزمة خانقة في الوقود ومادة الغاز المنزلي حيث وصل سعر استوانة الغاز في السوق السوداء إلى عشرين ألف بما بلغ سعر جالون البنزين عبوة عشرين لترا إلى أكثر من أربعين ألف ريال تواصل ميليشيا الانتقالي المدعومة إماراتياً احتجاز ناقلات الوقود المخصص لمحافظة تعز في إحدى نقاط التفتيش التي نصبتها في لحج ووفقاً لشهود دعيان فإن نقطة الحديد بمدرية طور الباحة تواصل احتجاز القاطرات المحملة بالمشتقات النفطية والتي خصصتها شركة النفط لمحافظة تعز مطالبين بجباية عشرة ريالات على كل لتر من الوقود للسماح بمرور القاطرات وفي وقت سابق من الشهر الماضي أقرت شركة النفط في العاصمة المؤقتة عدن تقصيص كميات إسعافية من الوقود لمحافظة تعز تقدر بخمسة ملايين لتر وجهت وزارة الزراعة والري والثروة السمكية باعتماد تمويل عشرة مشاتل لإنتاج شتلات البن في محافظتي لحجو أبيان بتكلفة استثمارية تبلغ حوالي 140 مليون ريال وكذا وزير الزراعة والري سلم السقط لإخلالة رأسه لقاءاً مع عدد من وكلاء ومدري عموم الوزارة على اهتمام الوزارة وتوجهها الجاد نحو دعم تنمية زراعة شجرة البن كونها من أهم المحاصيل النقدية التي اشتهر بها بلدنا مؤكداً على ضرورة وضع خطة عملية للتوسع أوضح أنه سيتم تنفيذها من خلال مؤسسة يافع للتنمية والتي أكدتها الأخرى على مساهمتها في تقديم ما يلزم من الدعم لنجاح هذه المشاريع الزراعية في مدريات يافع التي تشتهر بزراعة هذا المحصول النقدي أحيت مدينة تعز مساء الجمعة يوم البن اليمني الذي يصادف الثالث من مارس بحفل فني وبحضور عدد من الأهالي والناشطين والإعلاميين وفي فعالية عيد موكا التي أقامها مكتب الثقافة في المحافظة وزعت القهوة اليمنية على الحضور للتذكير بجولة البن اليمني الأصيل ومذاكه الفريد والمميز وتهدف الفعالية إلى تعزيج الجهود لإعادة زراعة وتجارة البن اليمني إلى وجهة النشاط التجاري العالمي بعد أن خفت هذا النشاط بفعل الحرب وبفعل التوسع في زراعة القاتة في الأراضي الزراعية على حساب البن هو جميلة ورائعة والاحتفال بهي ويعني ينفس عننا نحن أبناء تعز وطبعاً الاحتفال هو بعيد موكا ثلاثة مارس البن واليمني أصلهم واحد واليمن من عراقتها ومن الحاجة الجميلة التي فيها البن البن الحمادي البن جميع أنواع البن أكيد لنكها كميلة جداً البن هو عراقة اليمن بالنسبة لنا البن هو الثروة الكبرى التي تحتفي بها اليمن ونتمنى أن تعود تعود هذه الثروة إلى الثروة التي كانت فيها فعلاً نحن في اليمن اليوم نحتاج إلى العودة إلى البن وإلى الزراعة بشكل عام لأننا الآن نمر في ظروف صعبة وبسبب الحروب القائمة قد تنعدم علينا حتى الموضة الغذائية الأساسية كالقمح لذلك أدعو الجميع إلى ترك القاتش والدخول في زراعة البن والقمح مرة أخرى نحن كشعب يمني لن نحتاج إلى أن نسورد من الخارج كل شيء إذا ما اعتمدنا على أنفسنا وعدنا إلى الاكتفاء الذاتي الداخلي ودولياً ارتفع النفط إلى مستويات قياسية حيث وصل المشترون تجنب الخام الروسي بعد غزو أوكرانيا بينما تبدل أوبك وحلفائها قصار جهدها لتجاهل الحرب التي بدأها أحد أعضائها الرئيسي ووصل الخام الأمريكي إلى 114 دولاراً وتسعة وتسعين سنة للبرميل وهو أعلى مستوى في 14 عام بما ارتفعت أسعار برينت لشهر مايو لتصل إلى 119 دولاراً وتلاتين سنة للبرميل في أعلى مستوى لها منذ مايو 2012 وحذرت وكالة الطاقة الدولية من أن أمن الطاقة العالمية تعرض لتهديد وأن الإفراج الطارئ المزمع لاحتياطيات النفط الخام من قبل الولايات المتحدة وغيرها لم يفعل الكثير لتهديئة مخاوف السوق أعلن عملاق صناعة السيارة الألماني مرسيدس بينز وقف صدراته من السيارة إلى روسيا على خلفية الهجوم على أوكرانيا وقلت المجموعة في بيان أن مرسيدس بينز ستعلق حتى إشعار آخر صدرات سيارات الركاب والفانات إلى روسيا وكذلك أيضاً التصنيع المحلي في روسيا ومنذ بدأت روسيا غزوها لجارتها أوكرانيا أعلنت مجموعات ألمانية وغربية عديدة لصناعة سيارات انسحابها من السوق الروسية وكانت شركة بيم دابليو قد أعلنت أنها ستوقف مؤقتاً صادرتها إلى روسيا بسبب الوضع الجيوسياسي الحالي وقبل الختام وكما عودناكم دائماً هذه جولة سريعة على أصعب أعلنت مجموعات 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 كان هذا كل مردنا في نشرتنا للاقتصاد شكركم على كرام المتابعة في أمان الله مجموعات 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 متشموعات